سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا عزيزي المشاهدين أنا برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة البخاري ينقل عن شاتم الصحابة وطبعا النهاردة يعني البخاري بينقل عن واحد اسمه أبو سعيد عباد ابن يعقوب وإحنا هنتعرف على هذا المحدث من خلال الكتب بس قبل ما نتعرف عن المحدث ده لازم أوريكم رأي البخاري نفسه في اللي بيشتمه الصحابة بيقول كده خلق أفعال العباد للبخاري قال أبو عبدالله البخاري ما أبالي صليت خلف الجهمي الرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى فالبخاري ده رأيه في اللي هم إيه يعني المخالفين للسنة خلينا نشوف كتاب تاني اسمه كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الفصل العاشر حكم الحكم في سب آل البيت والأزواج والأصحاب وبيقول كده وقال أيضا من شتم أحد من أصحاب النبي أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوي أو عمر بن العص فإن قال كانوا على ضلل وكفر قتل وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة النس نكلا شديدا ونشوف كمان من الفتاوي فتاوي أقوال الولماء في حكم من سب الصحابة نشوف الإمام السبكي بيقول إيه في فتاويه؟ بيقول إن سب الجميع بلا شك إن سب الجميع بلا شك إنه كفر وهكذا إن سب واحد من الصحابة حيث هو صحابي لأن ذلك استخفاف بحق الصحابة ففيه تعرض إلى النبي فلا شك في كفر الساب إلى أن قال ولا شك إنه لو أبغض واحد منهما أي شيخين أبي بكر وعمر لأجل صحبته فهو كفر بل من دونهم وفي الصحابة إذ أبغضه لو صحبته كان كافرا قطعا نشوف كتاب ثالث شرح مختصر الصنم المسلول محمد حسن عبد الغفار حكم من سب الصحابة باللعن والتقبيح يقول لنا كده أما القسم الثاني فهو أن يسبهم ويلعنهم بالتقبيح ولكن لا يتهمهم بالكفر كأن يقول لعنة الله على ذلك السعلوق وهو يقصد بذلك ولا يزب الله قول النبي أما معاوية فصعلوق يعني اللي هيقول كده يبقى كفر على طول لو حد قال إن معاوية مثلا صعلوق فمن لعنة الصحابة أو سبهم فهل يكفر أم لا يقول لنا كده في قولان عند أهل العلم القول الأول إنه يكفر فيخرج من الملة لعزا ما كانت صحابة رسول الله خلينا كمان نشوف الحديث إحنا بنتكلم عن إيه النهاردة إحنا بنتكلم عن عباد هنشوف الحديث فين وهنشوف إزاي البخاري تكلم عنه فتح الباري شرح سحي البخاري كتاب التوحيد باب وسمى النبي الصلاة عملا وأنا عايز أركز على وسمى النبي الصلاة عملا لأن هو ذكر عباد بن يعقوب ده في باب من أهم الأبواب الصلاة عملا وهو بيقول إن هو لا يصلي خلف الجهمية وكل المخالفين ليه فإزاي هو ما بيصليش وراء دولا ويجيب واحد زي عباد ويحطه في باب زي سمى النبي الصلاة عملا يقول حدثنا سليمان حدثنا شعبة عن الوليد وحدثني عباد ابن يعقوب وده اللي إحنا بنتكلم عنه النهاردة وبعدين يقول لنا وقوله عن الوليد وحدثني عباد أما الوليد فهو ابن العيزار المذكور في السند الثاني والقائل حدثني عباد خلي بالكو الحتة دي حدثني عباد هو البخاري وهباد شيخه تصوروا إن عباد شيخه بيقول هذا مذكور بالرفض يعني إيه مذكور بالرفض يعني يعتبر من الروافض لأنه هو اللي بيقول كده فتح الباري في ابن حجر بيقول هذا مذكور بالرفض لكن موصف بالصدق وأنا عندي وقفة هنا يعني إيه مذكور بالرفض وموصف بالصدق يعني هل ممكن واحد يكون طويل وقصير في نفس الوقت مذكور بالرفض وموصف بالصدق وليس له عند البخاري إلا هذا خلينا كمان نشوف في سير أعلام النبلاء قالوا عنه ايه في سير أعلام النبلاء الطبقة الثالثة عشر أبو سعيد عباد ابن يعوب بيقول عنه ايه قال الحاكم كان ابن خزيمة يقول حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه ونقف هنا وقف برضو يعني ايه الثقة في روايته المتهم في دينه يقول لنا كده الثقة في روايته المتهم في دينه يعني ايه يعني هل مثلا برضو الثقة في روايته متهم في دينه حال كده تويد وقصير في نفس الوقت ازاي سكة ومتهم يقول كده قال ابن عدي روى مناكير في الفضائل والمسالب يعني ايه روى مناكير في الفضائل والمسالب يعني كان بيحكي حديث عن الرسول حديث كذب يمدح فيها علي وحديث كذب يشتم فيها استحابة وقالينا كده كمان في نفس المرجع وروا علي ابن محمد الحبيبي عن صالح جزراء قال كان عباد يشتم عثمان وانا قبل كده قلت لكم ايه قلت لكم كل المراجع اللي فيها حكم منسب الصحابة ازاي عباد بيشتم عثمان يعني المفروض عباد ده كافر مرتد ازاي البخاري ياخد من واحد بيشتم صحابي زي عثمان طبعا يعني ده حاجة يعني الواحد يستعجب لها وكمان اكتر من كده كان بيقول ايه يقول الله اعدل من ان يدخل طلحة والزبير الجنة قاتل علي بعد ان بيعها وطبعا احنا علينا واقفة هنا ليه بنقول كده الله اعدل من ان يدخل طلحة والزبير الجنة لان طلحة والزبير من احد المبشرين بالجنة بل من السابقون يعني ليهم احاديث الرسول تكلم عن طلحة والزبير دولة يعني احاديث كتير جدا ازاي طلحة والزبير يعني بيقول كده ان الله اعدل ان يدخل طلحة والزبير الجنة يعني بيكذب الرسول من الاخر لكن خلينا ندخل من أول كده كمان حاجة بتدل على كفره وفي نفس المرجع بيقول قال محمد بن مزفر الحافظ حدثنا القاسم المطرس قال دخلت على عباد بالكفة واحد دخل على عباد بالكفة وكان عباد ده بيمتحن الطلبة فقال من حفر البحر قلت الله قال وهو كذلك ولكن من حفره قلت يذكر الشيخ راح قال ايه قال حفره علي يعني بيشرك علي مع الله في حفر البحر وبعدين بيمتحن الطلبة تاني وبيقول فمن أجراه قلت الله قال وهو كذلك ولكن من أجراه قلت يفيداني الشيخ قال لمن ها برضو أجراه الحسين يبقى بيشرك الحسين مع الله في جران البحر يعني واحد مشرك وبعدين يقول لنا فرأيت سيفا وجحفا عددته لقاتل به مع المهدي يعني الرجل ده كان معاسف ومستعد ان هو يقاتل مع المهدي وده طبعا يعني إشارة قوية جدا ان الرجل ده إزاي البخاري ياخد منه كل اللي احنا متكلم عنه البخاري أخد منه حديثي إزاي فالمهم يقول كده فلما فرقت من سماع ما أردت دخلت عليه فقلت من حفر البحر قلت حفره معه يا رضي الله عنه وأجراه عمر ابن العص ثم وسبت وعدوت فجعل يسيح ادركه الفاسق عدوه الله طلع يجري وراء ادركه الفاسق عدوه الله فاقتلوه وطبعا الكلام باقي بيقول إسنادها صحيح خلينا كمان نشوف اللي بعده كده الحديث اللي بعده فيه تذكرة الحفاظ بيقول حديث مهم جدا بقى إحنا هنقف عند الحديث ده لأن ده مهم في تذكرة الحفاظ بيقول إيه إزرقيتم معاوية على من باري فاقتلوه هل الحديث ده صحيح؟ يعني هل الرسول قال إزرقيتم معاوية على من باري فاقتلوه؟ والحديث بيقول حديث مرفوع يقول كده إزرقيتم معاوية على من باري فاقتلوه رواه الحكم يبقى الحديث ده من رواه الحكم؟ حديث مجزوب على الرسول ورواه الحكم لكن الأكتر من كده إن الحكم هذا يضع الحديث الحكم هذا يضع الحديث وصرقه منه عباد بن يعقوب يبقى عباد بن يعقوب عمل إيه؟ سرق الحديث اللي وضعه إيه الحكم يبقى مش بس بيشتم الصحابة ده كان بيسرق حديث مجزوب على الرسول ويضعه فدلوقتي إزاي البخاري ياخد من واحد يعني فيه غلوة في تشايعه زي ما قاله كده إزاي واحد يقول إن طلحة والزبير يعني الله أعدل أن يدخلهم الجنة وطلحة والزبير يقول لنا كده إن هما من العشرة مباشرين في الجنة وليه حديث الرسول المشهور إن عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن إلى آخر العشرة المباشرين في الجنة فإزاي واحد زي كده يعني بيشتم السلف متهم في دينه غلوه في التشيع بيأخذ أحاديث مجذوبة على الرسول بيمدح فعلي ويشتم في الصحابة يأخذ منه حديثه وكمان في الآخر إن هو يكون شيخ البخاري وألتقي بيكم في الحلقة الجاية من حلقة النقل أم العقل تابعوني وإلى اللقاء لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضي نقل بعقله إذا يرد بعقله إذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بينها وكل المشا ترجمة نانسي قنقر